الاتفاقية المصلحة بين الحكومة المالية وحركات الشمال المالي طبعا برعاية جزائرية أعتقد بأنه اليوم حققنا قفزة نوعية في إطار تجسيد الحل الشامل للأزمة المالية هذه المعضلة التي كثيرا ما أرهقت وأتعبت وأنهكت جهود العديد من الفاعلين من أجل الإيجادة أرضية للتسوية على هذا الأساس أعتقد بأن الجزائر أكدت من جديد بأنها تمتلك آلة دبلوماسية نشطة متحركة تتحرك من أجل إيجاد الحلول السلمية اليوم نحن أثبتنا من زاوية أولا أن منطق القوة والعنف تحطم على صخرة المفاوضات وعلى صخرة المصالحة من جهة ثانية أننا دفعنا بالفرقاء الماليين نحو وحدة الصف نحو التوحد حول كلمة واحدة والتوجه إلى إعادة رسم منهج جديد في إطار بناء دولة موحدة في إطار الاتفاق بين الفرقاء الماليين دون تدخل أطراف أخرى من جهة ثالثة أن جهود المفاوضات والوساطة أثمرت وأتت بأكلها لأن الكثير من علقا لماذا طالت المفاوضات لماذا تعددت الجوالات لكن في إطالة مدة المفاوضات وفي تعدد الجوالات كان في مضمونها وفي طياتها تجزئت المشكلة ومناقشت نقاط الاختلاف مرحلة بمرحلة وفي جولة وفي كل جولة كنا نلاحظ تقدم ملموس كنا نلاحظ مؤشرات إيجابية إلى أن وصلنا قبل بداية الجولة الخامسة جمعنا جملة من المؤشرات الإيجابية التي دلت على أن هذه الجولة ستكون جولة في مضمونها وفي نتائجها مجموعة من النقاط الأساسية أعتقد كان اللقاء التقييمي بين تنسيقية المفاوضات للحركات المفاوضة وهذه اللقاء التقييمي قدم لنا بأن هناك تقدم وهناك إرادة لدى الحركات المالية من أجل الوصول إلى حل ثانيا كان هناك اللقاء التحذيري بحضور الوزير الأول المالي والذي كذلك جاء بجملة من المعطيات والمؤشرة التي تقول بأن هناك إصرار من الحكومة المالية كذلك لإيجاد حل ولفتح أفق كبير مع كل الحركات لبلوغ الحل كذلك رافقت حتى الاجتماع التحذيري الرسالة التي أرسلها الرئيس الفرنسي للرئيس الجزائري عبدالعز بوت أفليقة والتي كان في مضمونها دعم فرنسا لمجهودة الجزائر تشجيع فرنسا وتهنئة فرنسا للجزائر على ما تقدمه في إطار التسوية وتوحيد كذلك البيانات التي صادرة عن مجلس الأمن التي تدعو الأطراف المالية إلى ضرورة إيجاد الحل كل هذه رفقت العملية التفاوضية نجاح الدبلوماسية الجزائرية تحقيق الأهداف من المفاوضات لكن ماذا بعد توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بالجزائر؟ أعتقد صحيح اليوم نحن حققنا الأهم ولكن اليوم كذلك بدأت مرحلة جديدة ولا نقول بأننا أزلحنا العبء أو أننا تجاوزنا العمل وإنما اليوم بدأت مرحلة جديدة من العمل وبدأ وزاد حجم الحمل الذي تحمله الدبلوماسية الجزائرية في إطار ماذا؟ في إطار أولا المحافظة على دوام هذه الاتفاق وأن لا نرجع إلى نقطة الصفر لأننا وصلنا إلى مرحلة لن نقبل فيها الرجوع إلى نقطة الصفر وأن لا نكرر الأخطاء التي تمت في الاتفاقات السابقة الثاني أننا ملزمون بمرافقة ومتابعة تنفيذ وتجسيد بنود الاتفاق والحفاظ على مواصلة المفاوضات ما بين الفرقاء الماليين من أجل تجسيد الحل النهائي والشامل خاصة أننا نتحدث عن الحل الشامل بالتالي العمل لازال متواصل وقد نقول أننا بدأنا الآن في العمل الجدي والحقيقي يعني يمكننا القول نعم في فتر ثالثا مع الأسرة الدولية في تجسيد مشاريع تنموية في إزاحة العرقيل والحواجز التي كانت في كل مرة تؤدي إلى العودة المشكلة على السطح بالتالي أقول بأنه الآن ينتظرنا الكثير والكثير من أجل تجسيد الاتفاق والحفاظ يعني يمكننا القول أن الدبلوماسية الجزائرية خطت خطوة كبيرة في مصر المفاوضات التي تكللت بتوقيع هذه الاتفاقية لكن كما نعلم كل المجموعات والحكومات المالية أرضية الجزائر وقعت على الاتفاق لكن حركة الأمين الله التي يقودها بلال آغ أجلة التوقيع يعني في باماكو يعني ما رأيكم في هذه الخطوة؟ هل ستفشل الحوار؟ أم أن هذا التأجيل سيجد نفسه مجبراً أو محاصراً للتوقيع؟ هو لأن هذه ثلاث حركات هي طلبة مهلة معقولة للتوقيع وهذا لا يعني رفض التوقيع أو الخروج عن دائرة الاتفاق وهي الحركة الوطنية تحلي الأزواد المجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة الأزوادي العربية المشقة هذه الحركة طلبت مهلة معقولة وهذا لا يعني أنهم ضد الاتفاق وإنهم قبلوا بنود الاتفاقية فقط مهلة لأجل توقيع هذا الاتفاق من أجل التشاور ومن أجل التحاور وأعتقد أن قلت مدام اليوم وصلنا إلى إعلان أن نتوصلنا إلى حل أن نتوصلنا إلى اتفاق وتم إجراء مراسيم رسمية بحضور حشد كبير من السفراء وممثلية الدول ومنظمات الدولية وبحضور الحكومة المالية وكذلك ممثلي عن الحركات الأزوادية هذا يعني أننا بلغنا إلى درجة الحل وأن الحركات التي لم توقع اليوم هي سوف توقع في وقت لاحق ولا يعني هذا أن هناك اختلال أو أن هناك ربما محاولة عرقلة لا يوجد شيء من هذا القبيل لأن الكل أجمع ومصر على السير في إطار الطرح الجزائري وفي إطار الوساطة الجزائرية دون عودة ودون رجوع إلى الوراء طيب سنعود لمواصلة الحديث مع السيد أحمد ميزا بذن أحصت مصالح قيادة أدرك الوطني خلال سنة 2014 على مستوى اختصاصها الإقليمي أزياد من 24 ألف حادث مرور خلف أكثر من ثلاثة ألاف قتيل كحصلة سنوية عن إرهاب الطرقات حيث صرح العقيد محمد ريكي رئيس قسم أمن الطرقات لقيادة أدرك الوطني على مستوى اختصاصها الإقليمي 24388 حادث للمرور خلف للأسف 3984 حادث قتيل و44546 جريح حصلت حوادث المرور خلال جنف 2015 فقد عينت وحدات الدرك الوطني 1459 حادث خلف 249 حالة وفاة و2574 جريح مقارنة بشهر جافي 2013 عرفت كذلك انخفض وللتقليل من الأرقام المسجرة خلال هذه السنوات اتخذت قيادة درك الوطني مجموعة من الإجراءات والتي دخلت حيث التنفيذ وهي استعمال الوسائل المموهة كالسيارات المدنية والدرجات لضبط المخالفات المرتبطة بتصرفات السوق المعتادة جاء هذا حسب ما صرح بالمقدم عبد الحميد كرود رئيس مصلحة الاتصال لقيادة الدرك الوطني التغطية دائما لنريمان قداش الطرقات بصفة عامة أو السلامة المرورية هي مهمة الجميع الوسائل المموهة للدرك الوطني ستستعمل على شبكة الطرقات الوطنية أو الطرق الولائية الأخرى على مستوى كل الولايات المذكورة إذن هذا القرار هو قرار استعجالي للحد من حوادث المرور كانت وسيلة الوسيلة المموهة هي استعمال سيارة ليست بألوان الدرك الوطني حتى تسير داخل السيولة المرورية حتى لا يمكن كشفها من طرف مستعملية طريق الذين يتسببون في الحوادث والذين يشكلون خطر على باقي المستعملين في الطريق لرصد ومراقبة المخالفات الأكثر تسببا في حوادث المرور على غرار السرعة على غرار الاستعمال يدوي لهاتف النقال متواصلون معكم دائما في هذه التغطية المباشرة والحية من استيديوهات تلفزيون النهار عودة إلى الحدث وإلى نجاح الدبلوماسية الجزائرية من تحقيق الهدف في المفاوضات المالية توقيع اتفاقية المصالحة بين الحكومة المالية وحركة الشمال المالي برعاية جزائرية طبعا عودة لديف أحمد ميزاب وأرحب بالسيد محمد يحيى ولد الحسين ومثل عن الحركة العربية الأزودية أهلا بك معنا مرحبا نعم نعم طيب بداية كيف هو شعوركم بعد الوصول إلى التوافق مع حكومة باماكو في الحقيقة شعورنا لا يوصف في هذا اليوم التاريخي في هذا المشهد الرائع الذي جمع كل أطياف المجتمعات في العالم ككل على أساس توقيع هذا الاتفاق الذي يعد بداية مرحلة جديدة من عهد الدولة المالية طيب يعني في سؤال آخر هل ستشاركون في التوقيع الرسمي على خارطة الطريق باماكو؟ بالتأكيد إن شاء الله نحن سنوقع خارطة الطريق في باماكو إن شاء الله على الاتفاق رسميا في باماكو إن شاء الله سيد أحمد ميزاب يمكنك التعليق والحديث مع السيد محمد يحيى ورد الحسين ومثل عن الحركة العربية الأزودية أنا أعتقد ربما ما قاله الأخ الكريم هو لدليل بأن حقيقة أن هذا اليوم هو يوم تاريخي سوف يسجل في الذاكرة وفي التاريخ لأن الأشقاء الماليين قد كتبوا بأحرف من ذهب بأن هناك عهد جديد انطلق بأن هناك اتفاق على التوحد والوحدة الوطنية على وحدة السيدة والترابية لدولة مالي وقلت بأن اليوم المسئولية زادت عن قبل لأن الجميع اليوم مطالب بأن يواصل في إطار تجسيد الحل النهائي في إطار تجسيد الحل الشامل نحن لا نريد اليوم أن نرجع إلى نقطة الصفر لأننا وصلنا إلى مرحلة مهمة إلى قمة إيجاد الحل بالتالي على الجميع اليوم أن يتكافل وأن يضع اليد في اليد في إطار بناء الوحدة المالية وأعتقد هذا ما اتفق عليه جميع وهذا ما ستسير في إطار ترسيخه وتجسيد الجزائر لأنني أعتقد بأن الجزائر اليوم أنا قلت في هذه المفاوضات الجزائر اليوم تلعب دور الضامن وليس دور الرعي لأن الجزائر سوف ترافق تجسيد هذا الاتفاق سوف ترافق في كذلك إيجاد التوازن والتشاركية في الحكومة المالية حكومة موسعة يتشارك فيها الجميع في إطار كذلك تجسيد مشاريع تنموية في إطار كذلك تجسيد مشاريع البنى التحتية هذا هو الأساس لأننا علينا النزيح لسكان الشمال بعد عودة الاستقرار إلى الشمال المالي فعلا في الحقيقة في الاتفاق فيه الإيجابيات الأساسية أو المتطلبات بالأحرى الأساسية التي يتطلبها الواقع اليوم للشعوب الشمال حقيقة من ناحية تنمية من ناحية الأمن من ناحية كل المتطلبات التي يتطلبها اليوم هذه المنطقة والشعوبها طيب سيد محمد يحيى ولد الحسين يمكن أن تعطينا أهم نقاط الاتفاق مع باماكو أهم نقاط الاتفاق مع باماكو من أهمها أن بالنسبة لحقيقة ما يرجع على الشعوب أن فيها تنمية حقيقة على مستوى كبير في مجال البناء التحتية في مجال الدعم المشاريع المحاربين القدامى وإدماجهم في ناحية العسكرية والسياسية في إطار موحد للكيان الدولة المالية كذلك أيضا بما فيه عندنا ستكون هناك انتخابات لرئيس المجلس الشعبي كما يقال عندكم بالتقريبا سيكون من طرف الشعب هو الذي سينتخب هذا الشخص الذي سيعين ولم يعد من طرف الدولة حقيقة وإن كان عندها ممثل في المنطقة طيب سيد أحمد ميزاب هل يمكن الحكومة حكومة باماكو بمالي يعني إعادة التنمية لسكان الشمال خاصة أننا نعلم نقص الموارد هناك لهذا ربما منذ قليل قلت بأنه الآن مسئولية هي مسئولية الجميع مسئولية المجتمع الدولي في مساعدة دولة مالي على تحقيق وتجسيد مشاريع تنموية في إطار تجسيد كذلك بناء تحتية لأننا ننطلق من الأسباب لنجد الحلول من بين الأسباب المؤدية إلى عرقلة انفوضات أو إلى وجود اختلافات هو انعدام التنمية بشمال مالي هو انعدام البنى التحتية هو عدم المشاركة في الحكومة المركزية هو عدم وجود التوازنات ما بين المجتمعين المجتمع الشمال المالي ومجتمع الجنوب على هذا الأساس ننطلق من هذه الأسباب أن علينا تجسيد بنى التحتية مشاريع تنموية المشاركة كل هذه الثلاث نقاط هي الأساسية والأهم أعتقد بقية النقاط الأخرى هي تعتبر نقاط شكلية تدخل في إطار اللقاءات البينية التي سوف تجمع ما بين الفرقاء الماليين ويمكن التحدث فيها وإيجاد سياق توافقية لكن الأساس الذي يجب أن يرافق ويجب أن يقدم من خلاله دعم المساعدة هو في إطار تجسيد التنمية والبنى التحتية وكذلك في إطار حكومة الشاركية طيب سيد أحمد ميزاب كيف سنحافظ وكيف سنعمل من أجل تطبيق هذا الاتفاق طبعا وتجسيده كيف يجب المحافظة عليه حتى نطبقه ونجسده حتى الأخير أعتقد بأن الدبلوماسية الجزائرية في خلال تحركها في معالجة ومناقشة المسألة المالية تحركت وهي بانتهاج دبلوماسية متحركة ومتحررة يعني دبلوماسية متحركة على أكثر من محور وعلى أكثر من صعيد من أجل تذليل الصعاب وتسهيل الولوج وبلوغ الحل مع إسناد دولي على هذا الأساس يمكن كذلك انتهاج هذه الدبلوماسية المتحركة من خلال جلب الدعم والمساعدة والمرافقة وإسناد الأشقاء في مالي من أجل تجسيد الحل وتذليل أي صعوبات أو عراقين قد تحدث أو قد تكون موجودة في الطريق قلت كذلك دبلوماسية متحررة متحررة من أي الضغوط ومن أي حسابات مسبقة بالتالي الجزائر كذلك سوف ترمي بكل ثقاليها من أجل تقديم بالتالي سوف ترافق وتتابع وتصهر على تجسيد هذه الاتفاق ونحن أخذنا تجارب من اتفاقات سابقة نحن لا نريد اتفاقات هشة لا نريد اتفاقات لا تدوم لا نريد اتفاقات ربما تكون مرحلية أو وقتية أو ظرفية وإنما نحن نريد الآن ونتحدث من المنطق الشمولي بالتالي نريد حل شمل على هذا الأساس الجزائر لما تبنت مقاربة السلم والتنمية هي تعي جيدا ما المقصود وعلى هذا الأساس تبقنا هذه المقاربة وأنا أعتبرها يعني اسمحي لي إن أخذ من وقتك نوعا ما أنا أعتبرها أنها استراتيجية جديدة في رسم السياسات الأمنية استراتيجية السلم والتنمية هي مقاربة أمنية بامتياز في إطار ماذا أن الجل الأزمات التي تحدث والتوترات التي تحدث تنطلق من عدم التنمية نعم من عدم من عدم التوازنات الاجتماعية وعلى هذا الأساس نحن ننطلق من هذه الإشكالية لإيجاد الحد نعم وهو كذلك سيد أحمد ميزاب سيد محمد يحيى ولد الحسين ممثل عن الحركة العربية الأزودية ما هي أبرز مطالبكم من الحكومة المالية؟ ماذا تريدون بالضبط من الحكومة المالية؟ مستشفيات ورقات ربما مدارس ما هي أبرز مطالبكم؟ في الحقيقة أن أبرز المطالب في حقيقة الواقع التي هي التنمية هي مطالب التنمية هي المدارس هي البونة التحتية بشكلها العام عموما البونة التحتية عموما المدارس المياه كل ما يتعلق بها نعم طيب في سؤال أخير فقط لسيد أحمد ميزاب باختصار لو سمعت هل بإغلاق الجزء للملف المالي هل هي بداية لفتح ربما ملف الأزمة ليبيا؟ نحن لا نقول أن نتم غلق الملف المالي وإنما نقلت نحن ملزمون بمتابعة ومرافقة نحن أغلقنا المشكلة ولكن نحن في إطار تجسيد الحل بالتالي علينا أن نرافق وأعتقد فقط أعود إلى شيء اليوم المطالب هو أنه سوف تكون هناك ورشات داخل مالي ورشات مفتوحة على كل أطيف المجتمع المدني المالي الكل سوف يتناقش سوف يتباحث في إيجاد أليات وستراتيجيات عمل ميدانية تطبيقها قبل أجل أعتقد اليوم الجزاء ستضحى مطالبة وليس سوف تنسعى وإنما ستضحى مطالبة بالتكفل بالملف البيبي ربما سيد محمد يحيي يوافقك أرأي فعلا صحيح أن الجزاء اليوم تصبح مطالبة وليس مرافقة القضية في ذات على كلنا شكرا ولهذا نحن الآن انطلاقا من النجاحات والإنجاز الهام الذي حققنا على مستوى الملف المالي سوف نضح كذلك ملزمونا بأن نتوجه نحو مناقشة أو فتح الملف البيبي وهذا سوف يكون مطلبا دوليا ولن يكون عرضا جزائريا لأن الجزائر تمتلك كل الأوراق التي يمكن من خلالها تشريد الحلوب بالمطقة نعم شكرا جزيلا لك سيد أحمد ميزاب كنت معنا إذن رئيس لجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصارحة شكرا جزيلا لك